اشتركوا في القناة في النظام الفصلي للفصل الدراسي الأول محدثكم أخوكم نوح العواد فنبدأ سوياً مع ما سوف نتعلمه في هذا الدرس سوف نتعلم هذا اليوم بإذن الله كيف نعرف الرابطة الأيونية كذلك سوف نتعلم كيف نصف تكوين الرابطة الأيونية أو المركبات الأيونية كذلك سوف نتعلم كيف نصف بناء المركبات الأيونية وعلى ماذا تعتمد قوة الرابطة الأيونية نبدأ على بركة الله لو نظرنا إلى هاتين الصورتين فهاتين الصورتين هما صورتين لملح الطعام فهذه هي عبارة عن مكعبات من ملح الطعام حيث يتكون أو تتكون كل بلورة من بلورات ملح الطعام من ارتباط هذه الأيونين أيون الكلور يرتبط مع أيون الصوديوم ليتكون مركب أيوني يعرف بمركب كلوريد الصوديوم إذن لماذا ملح الطعام موصل جيد للكهرباء بينما السكر ضعيف التوصي عندما يذوب الملح في الماء فإنه سوف ينفك ليعطي أيونات الصوديوم وأيونات الكلور مما تسمح للتيار الكهربائي بالانتقال من خلال وجود هذه الأيونات أما بالنسبة للسكر فإن السكر لا يعطي هذه الأيونات عندما يذوب في الماء فلذلك يعتبر السكر غير موصل للتيار الكهربائي على عكس ملح الطعام الرابطة الأيونية إذن من هذه الصورة نلاحظ أن ذرة الصوديوم يوجد لديها إلكترون وحيد في مستوى الطاقة الخارجي وذرة الكلور لديها سبعة إلكترونات في مستوى الطاقة الخارجي وبالتالي فإن ذرة الصوديوم لديها القابلية الكبيرة لفقد هذا الإلكترون حتى تصل إلى حالة الأكثر استقرار وذرة الكلور تحتاج إلى هذا الإلكترون حتى تصبح في الحالة الأكثر استقرار فلذلك ذرة الصوديوم سوف تفقد هذا الإلكترون لتجده ذرة الكلور وتستقبل هذا الإلكترون فتصبح ذرة الصوديوم أكثر استقرار وأيضا ذرة الكلور تصبح أكثر استقرار فبالتالي عندما تفقد الصوديوم ذرته أو إلكترونها عفوا وتستقبله ذرة الكلور ففي هذه الحالة يتكون لنا أو ترتبطان هاتين الذرتين بقوة تعرف بقوة الرابطة الأيونية إذن تعرف الرابطة الأيونية بأنها عبارة عن القوة الكهروستاتيكية التي تمسك الجسيمات ذات الشحنات المختلفة في المركبات الأيونية فكما قلنا أن ذرة الصوديوم عندما تفقد هذا الإلكترون تصبح ذرة الصوديوم أيون يحمل شحنة موجبة بسبب خسارة هذا الإلكترون وعندما تستقبل هذا الإلكترون ذرة الكلور تصبح ذرة الكلور أيضا أيونا ولكنه يحمل شحنة سالبة فالذرة التي تفقد الإلكترون بما أن الإلكترون شحنة سالبة فتترك شحنة موجبة عليه والذر التي تستقبل الإلكترون بما أن الإلكترون أيضا شحنته سالبة فإن الشحنة السالبة سوف تظهر على هذه الذرة فيتحدان الآيون الموجب مع الآيون السالب ليتكون لنا ما يعرف بالرابطة الآيونية طيب عادة الرابطة الآيونية في أي مركب تتكون من شقين تتكون من لافلز وهو الآيون السالب دائما مع فلز وهو الآيون الموجب الدائما فمثلا الأكسجين والكلور تعتبر لافلزات المغنيسيوم والصوديوم تعتبر فلزات طيب ماذا تسمى المركبات التي تحتوي على رابطة آيونية؟ أي مركب يحتوي على رابطة آيونية إيش نقدر نسميه؟ أي مركب يحتوي على الرابطة الآيونية إيش ممكن نسميه؟ بنسميها بالمركبات بما أنها تحمل شحنة أو تحمل رابطة آيونية فتسمى بالمركبات الآيونية طيب السؤال الآخر ماذا تسمى القوة الكهروستاتيكية التي تجذب العيونات ذات الشحنات المختلفة في المركبات الآيونية؟ هذه القوة تسمى قوة الرابطة الآيونية ونقدر نسميها مباشرة بالرابطة الآيونية إذن هذه القوة تسمى بالرابطة الآيونية أو قوة الرابطة الأيونية المركبات الآيونية الثنائية التي تتكون من عنصرين مختلفين عادة قلنا أي مركب آيوني سوف يتكون من فلز مع لا فلز في هذا المركب فدائما أي مركب آيوني سوف يتكون من اتحاد فلز مع لا فلز طيب العناصر التي تكون لنا الرابط الآيونية كما قلنا عناصر الفلزات تتكون رابط الآيونية من ارتباط عناصر الفلزات مع عناصر لا فلزات فإذا اتحد أي عنصر من عناصر الفلزات مع أي عنصر من عناصر لا فلزات فإن الفلز سوف يقوم بفقد إلكترونات ليستقبله اللا فلز فتتكون لنا رابطة تعرف بالرابطة الآيونية طيب ناتي الآن إلى هذا المثال ما دور الشحنة في تكوين المركبات الآيونية فلدينا مثلا ذرة الكاليسيوم توزيعها لإلكتروني أرغون تنتهي بـ 4S2 وبالتالي ذرة الكاليسيوم عندها في مدار الطاقة الخارج أو في مستوى الطاقة الخارج لها إلكتروني وبالتالي لو اعتبرنا أن هذه هي ذرة أو نواة ذرة الكاليسيوم فسوف نجد أن في مستوى الطاقة الخارجي لهذه الذرة يوجد إلكتروني وبالتالي هذه الذرة بما أن لديها إلكترونيين فقط في مستوى الطاقة الخارجي فمن الممكن أن تخسر هذين الإلكترونيين فعندما تفقد هذين الإلكترونيين سوف تتكون لنا ذرة الكاليسيوم والتي تحمل شحنتين موجبتين نأتي الآن إلى ذرة الحديد ذرة الحديد أيضا لو اعتبرنا أن هذه هي نواة ذرتها وبالتالي في مستوى الطاقة الخارجي لها يوجد سبعة من الإلكترونيات وبالتالي عندما ننتقل إلى مستوى الطاقة الخارجي لذرة الفلور نجد وجود سبعة من الإلكترونيات فهذه الإلكترونيات تحتاج أيضا لإلكترون حتى تكون في مستوى الطاقة ممتلئ وبالتالي سوف تتكون لنا ذرة الفلور على شكل أيون فلور سالب الشحنة ومنها فإن المركب الآيوني سوف يتكون ما بين أيون موجب ثلائي الشحنة أيون موجب ثلائي الشحنة مع أيون سالب أحادي الشحنة فلكتابة صيقة المركب الآيوني نحتاج إلى عملية مبادلة بين هذه الإلكترونات بمعنى الشحنات الموجبة سوف تنزل تحت الإيون السالب والشحنات السالبة سوف تنزل تحت الإيون الموجب وبالتالي عدد الشحنات الموجبة هي 2 وعدد الشحنات السالبة هي 1 وبالتالي لدينا في صيقة هذا المركب مجموعة من الكاليسيوم ومجموعتين من الفلور حتى يتكون لنا هذا المركب المحتوي على مجموعة واحدة من الكاليسيوم يعني ذرة واحدة من الكاليسيوم ومجموعتين من الفلور وهو F2 وبالتالي يتكون لنا هذا المركب بالشكل التالي طيب إذن كما قلنا إذن كما قلنا أن ذرة الكاليسيوم تحتوي على إلكترونين في مدار الطاقة الخارج وبالتالي تفقد ذرة الكاليسيوم إلكترونين لتصل إلى توزيع مشابه لذرة الأرغون أما ذرة الفلور لنظرا لإحتواهي على 7 إلكترونات فهي تحتاج إلى إلكترون واحد حتى يصل توزيعها إلى ما يشابه غاز النيون حساب شحنة المركب حنقول إحنا عندنا ذرة من الكاليسيوم وذرة الكاليسيوم بما أنها فقدت إلكترونين فلديها شحنتين موجبتين وذرتين من الفلور وبما أن كل ذرة الفلور اكتسبت إلكترون فلديها شحنة سالبة واحدة وبالتالي سنقول واحد مضروبة في موجب اثنين حتساوي موجب اثنين واثنين مضروبة في سالب واحد حتساوي سالب واحد وبالتالي محصلة الشحنة تساوي صفر لو جينا إلى هذا السؤال كيف تنشأ الرابطة الأيونية في هذه المركبات خلينا نأخذها مركب مركب نأتي للمركب الأول المركب الأول هو MG لحظة في حالة أخذنا المركب الأول MGO لو قلنا كيف تكون هذا المركب من المعروف أن المغنيسيوم من عناصر مجموعة الثانية يعني عدد تأكسوده موجب اثنين والأكسجين من عناصر مجموعة 16 فلذلك عدد تأكسودها اثنين في حال تم التبادل بين التكافوات سيكون عندنا اثنين تحت المغنيسيوم واثنين تحت الأكسجين فنأخذ العام المشترك بينهم سنقسم الاثنين على اثنين لأن العددين يقبلان القسمة على اثنين فتكون لدينا مجموعة واحدة من كلا هذين المركبين وبالتالي تتحد ذرة أكسجين مع ذرة مغنيسيوم واحدة بالنسبة للمركب الثاني كي بي ار البروم ضمن عناصر مجموعة 17 فيأخذ عدد تأكسود سالب واحد البوتاسيوم ضمن عناصر مجموعة الاولى فيأخذ عدد تأكسود موجب واحد عند المبادلة سيكون عندنا ذرة مقابل ذرة وبالتالي يتحدث مع بعضهم الباب كذلك لما نأتي للصوديوم أيضا كلوريد الصوديوم الصوديوم عندنا من عناصر مجموعة الاولى فيكون عدد تأكسود موجب واحد والكلور منذ من عناصر مجموعة 17 فيكون عدد تأكسود سالب واحد فعند المبادلة أيضا هيكون عندنا مجموعة مقابل مجموعة ليتكون لنا كلوريد الصوديوم عادة يتم تحديد هذه الشحنات باستخدام التوزيع الإلكتروني فلو جاءنا سؤال في الاختبار لابد أن يعطينا عدد الإلكترونات لكل ذرة في الكاليسيوم مثلا 17 الصوديوم 11 لبروم 35 البوتاسيوم 19 الأكسوجين 16 المغنيسيوم 12 طبعا هذه الأعداد لا تحفظ هذه الأعداد لا تحفظ إنما تكون معطاة في السؤال ومنها نوزع توزيع الإلكتروني نحدد إلكترونات التكافؤ ومن ثم نحدد عدد التأكسون طريقة تمثيل المركبات الآيونية حتى نستطيع تمثيل المركب الآيوني يجب اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى يجب عمل التوزيع الإلكتروني لأي عنصر موجود داخل موجود داخل الصيقة فعندما يتم توزيع الإلكتروني نقوم بعمل التوزيع الإلكتروني عن طريق رسم مربعات المجالات الإلكترونية فعندما يتم رسم المربعات أو رسم المربعات للمجالات الإلكترونية حنحدد أكبر عدد كم رئيسي وكم إلكترون به من ثم نطبق عليه ما يعرف بالقاعدة الثمانية إما عن طريق فقد الإلكترونات أو اكتساب الإلكترونات فنجد أن ذرة الصوديوم مثلا لديها إلكترون واحد في مستوى الطاقة الخارجي فالأقرب لها أن تفقد إلكترون أما ذرة الكلور فلديها سبع إلكترونات في مدارها الخارجي فتكتسب إلكترون وتصبح مطابقة للقاعدة الثمانية من ثم يتم رسم التمثيل النقاطي وهما يعرف بتمثيل لوز لكل الذرتين ومن ثم رسم النماذج الذرية إذن لتمثيل المركبات الآيونية سوف نتبع الخطوات أولا التوزيع الإلكتروني ونحصل من خلال التوزيع الإلكتروني إلى عدد الشحنات لكل الآيونين عن طريق عمليات التوزيع الإلكتروني فمثلا ذرة الصوديوم عندما يتم توزيع 11 إلكترون في ذرة الصوديوم سوف نجد أن مستوى الطاقة الخارجي لها هو الثالث وتحتوي على إلكترون واحد سوف تفقد ذرة الصوديوم هذا الإلكترون سوف يخرج هذا الإلكترون من ذرة الصوديوم وعندما نوزع التوزيع الإلكتروني لذرة الكلور نجد أن ذرة الكلور تحتوي على سبعة في مستوى الطاقة الخارجي خمسة في البي واثنين في الاس مجموعهم سبعة يحتاجان إلى إلكترون وحيد حتى يحصلان أو يكون لهم تركيب ثماني وبالتالي عندما يجدان إلكترون الصوديوم المفقود سوف يتحد إلكترون الصوديوم مع الكلور ويتكون لنا أيون الكلور السادم وبالتالي فإن الصوديوم يتحول إلى تركيب مشابه لغاز النيون ويحمل شحنة موجبة والكلور يتحول إلى تركيب مماثل لغاز الارغون ويحمل شحنة مقدارها سالب واحد ينتج من ذلك تكون طاقة نتيجة لتكون هذه الأيونات أو اتحاد هذه الأيونات طريقة أو الخطوة الثانية هي التوزيع الإلكتروني باستخدام رسم مربعات المجالات الإلكترونية أيضا سوف يتم رسم مربعات المجالات الإلكترونية لذرة الصوديوم فنجد أن ذرة الصوديوم عندها 11 إلكترون 2 في الإس الأولى و2 في الإس الثاني هذه أربعة 6 في البي هذه عشرة فتبقى لديها إلكترون وحيد في مستوى الطاقة D الكلور أيضا سوف يتم توزيع الإلكتروني ونجد أن مستوى الطاقة الأخير هو المستوى الطاقة الثالث وعندما نحسب الإلكترونات 2 في الإس و5 في البي فهي 7 إلكترونات وبالتالي ينتقل هذا الإلكترون من الصوديوم إلى الكلور حتى يكون لنا أيون الصوديوم يحتوي على 8 إلكترونات في مستوى الطاقة الخارج وهو الثاني والكلور أيضا يحتوي على 8 إلكترونات وهو في مستوى الطاقة الثالث إذن ينتقل هذا الإلكترون من الصوديوم إلى الكلور حتى يصبح مستويات طاقتها الخارجية ممتلئة وبالتالي تصبح أكثر استقرار تمثيل النقطي للإلكترونات وهو ما يعرف بتمثيل لويس يمكن تمثيل لويس باستخدام إلكترونات تكافؤ فنجد أن الصوديوم عندها إلكترون وحيد والكلور عندها 7 من الإلكترونات وبالتالي يتم نقل هذا الإلكترون من ذرة الصوديوم إلى ذرة الكلور لتتكون لنا أيونات الصوديوم وآيونات الكلور وتكون طاقة إذن هنا تمثيل لويس بشكل أوضح الصوديوم عنده إلكترون وحيد ينتقل إلى الكلور لتكون حول ذرة الكلور 8 من الإلكترونات وذرة الصوديوم تفقد مستوى الطاقة الثالث لتنتقل إلى المستوى الذي قبله فيكون هذا المستوى أيضا ممتلئ النماذج الذرية من خلال الذرة من خلال نموذج الذري للصوديوم نجد أن نواة الصوديوم تحتوي على 11 بروتون والسحابة الإلكترونية تحتوي على 11 إلكترون فعندما تفقد ذرة الصوديوم إلكترون فتبقى عدد بروتوناتها 11 بينما عدد إلكتروناتها 10 وبالتالي عندما نأخذ محصلة نجد أن هناك شحنة أو بروتون موجب زائد أما ذرة الكلور ذرة الكلور بروتوناتها 17 وإلكتروناتها 17 فعندما تكتسب إلكترون من ذرة الصوديوم فإن عدد بروتوناتها لا يتغير يبقى 17 أما بالنسبة لعدد الإلكترونات فسوف يكون 18 يعني عندها شحنة سالبة واحدة فلذلك تصبح ذرة الكلور أيون سالب الشحنة نأتي إلى ختام هذا الدرس بحل أسئلة التقويم التالي هذا السؤال اختر الإجابة الصحيحة من الخيارات المتاحة لكل فقرة ماذا نطلق على المركبات التي تحتوي على الرابطة الأيونية أي مركب يحتوي على رابطة أيونية يسمى مركب أيوني بما أنه اتحدت لدينا أيونات موجبة مثل أيونات الصوديوم مع أيونات سالبة عفوا بما أنه اتحدت لنا أيونات موجبة مثل أيونات الصوديوم مع أيونات سالبة مثل أيونات الكلور فالرابطة الناتجة أو الناشئة بين هذين العنصرين هي رابطة رابطة أيونية وبالتالي هذا المركب يسمى أيضا بالمركب الأيوني نأتي للسؤال الثاني الذر التي يكون مجموعة إلكتروناتها سبعة هذه السبعة هل هي أقرب إلى صفر أو أقرب إلى ثمانية بما أنها سبعة فبالتأكيد أنها أقرب إلى ثمانية تكون سبعة إلكترونات تكون لنا رابطة أيونية عندما هل تفقد هذه السبعة هل تفقد هذه الذرة سبعة إلكترونات من أجل أن تتحول إلى صفر أم تكتسب إلكترون وحيد وتتحول إلى ثمانية طبعا الأسهل إنها تمشي خطوة بدل أن تعود سبع خطوات وبالتالي في هذه الحالة هذه الذرة سوف تكتسب إلكترون واحد طيب القوة التي تمسك الجسيمات ذات الشحنات المختلفة في المركبات الأيونية هل هي تسمى ديناميكية أم كهروستاكتيكية أم ميكانيكية قلنا إحنا إن هذه المركبات هي عبارة عن مركبات أيونية تتكون نتيجة لوجود قوة تعرف بالقوة الكهروستاكية خلاصة هذا الدرس تعلمنا في هذا الدرس أحبة الطلاب طريقة تمثيل المركبات الأيونية وقلنا طريقة تمثيل المركبات الأيونية يجب أن نتبع أحد الخطوات التالية إما نستخدم التوزيع الإلكتروني وتحديد إلكترونات تكافؤ لكل ذرة حتى نستطيع معرفة عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها ذرة العنصر أو من خلال التوزيع الإلكتروني بطريقة رسم مربعات المجالات الإلكترونية وأيضا نفس الفكرة سوف نحدد إلكترونات تكافؤ لكل ذرة أو عن طريق تمثيل لويس وهو التمثيل النقاطي أيضا سنحدد إلكترونات التكافؤ لكل ذرة أو من خلال النماذج الذرية والتي من خلالها نحدد عدد البروتونات في نواة الذرة ونقارنها بعدد الإلكترونات هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم اشتركوا في القناة